اشتركوا في القناة وقدرت اعمال في طايلوند في مزاف ديال البلدان وكانت سمنى ان شاء الله نكون عند حسن تطنى الجمهور المغربية لكتاب عني من برنامج X Factor ومن قبل برنامج X Factor كانت سمنى ديما نعطي شيئا جالي في المستوى ان شاء الله أنا ديال الصفر هذا السبب ديالي وانا بغيت نبين لعائلة ديالي بليننا قد لمسئوليها وغادي مشي في هذا الـ domain هذا وغادي ان شاء الله نوصل داك الشتي اللي كنت ترحل به حانتو ما في اليوم ما بغوش لي يعني الـ domain قالوا لي الفن يعني صعيب واداد داك في قريتك يعني قد عنديني فوباك وقدرت الفندقية وما كملتش فيها أنا عزيز علي الفن من الصغور ديالي والحمد لله من عندي 19 عام صافرت هاجرت باش نبين لعائلة ديالي بنا يعني قد لي مسئولي اياه ومشيت الحمد لله ودب يعني الحمد لله يعني كيش شجعوني وما اللي اللي كيش شجعوني تجربة ديال اكس فاكتور ما كنتش حطة في بالي يعني هائيا كنت يعني في سويسرا خدام يعني في أوتيل وما كنتش حطة في بالي غدا نقلف الانترنت وعيدا لقيت لها باش دياله ومحطي الإعلان وهذا ووصفت لهم الفيديوهات تالي وتصاور دياله وقبلوني قال ليش ممكن تجي للمغرب تشارك في بريفي في مراكش ماشي مشاركة معها يعني بريفي الناس مو عيانين كي عيطوا ليهم ما باش يشوفوهم ويضروا معاهم ونبعد فاس جيت يعني يقولوا لي انت مغضوما حمقتهم بحال كيف دخلتش نقد دخلاك بحال كاك بمراكش وقبلوني ومشيت الحمد لله دوا سوعة الشهر مع الأصدقاء ديالي وضحكناه والحمد لله تعرفنا عن ناس جداد وأصدقاء جداد وكانت تجربة زوينة صراحة رأيي نقطة ساوده رأي ما كينش واحد لي بغي يخدم في كاباري ما ممكنش وعلى كين ما خدمتش في كاباري ما غادي تتعلي شكولي غادي دعمك شكولي غادي أعطيك فلوس كولي غادي شكولي غادي شكولي غادي شكولي غادي رأي ديبارك نخدمه في كاباري وكان قرأه وكانت قاتله باش باش نوصلول ديك المرحلة دير أننا ما بقاش نخدمه في كاباري يعني على الأقل بديش مشروع ديال كل شي عاجة ودك ساعة تجى الفيلم ديال بالصح أنك تغني وقدم ناس لي واعين وكيتفرجوا فيك ويصفقوا عليك ويقول لك تبارك الله عليك كيقدروا القيمة ديال ذاك الفيلم اللي كتقدم ماشي بحال الليل الليل بنادم خارج لواعي ما واخد تمويل طال الصباح ما كانش اللي غادي تسوق لي كل شي مرفع واخد تغني لي هم أجرة دهم إلحاء كل شي غادي يقول لك تبارك الله عليك داك شي مزيان حانت هذا كل ناس فاق ديال الواعي ولكنك تغني قدام جمهور وقدام الناس اللي في مهراجان في حفالات يعني خاصة وعادة الناس اللي كيقدروا الفن وكيعرفوا بقيمة الفن